اشتركوا في القناة ما يمكن أن تساعدك في الصلاة ما يمكن أن تساعدك في الصلاة في الركوع قالت سبحان ربي العظيم ثلاث مرات الان انت تقول سبحانه رب العظيم 3 times in the Rukūr but the Imam remains in Rukūr كل سبحانه رب العظيم سبحانه رب العظيم سبحانه رب العظيم نعم لا تظل في الصلاة سعر continue in your tasbihat in the Rukūr but don't remain in the Rukūr and your silent and you are not mentioning Allah إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْرِ مِنْ يَقُلَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم نعم فإذا الإمام أطار أنت واصل بالذكر لا تقر إذا إمام تتحرك فيه أو ركعه ثم يجب أن تتحرك في ذكر ولكن لا تتحرك في ذكر قبل التسليم و قبل التسليم تدعم الله سبحانه وتعالى يمكنك تتحرك في منزلاتك إلى الله حتى يسلم الإمام حتى يسلم الإمام طبعاً قبعه إن تنتهي من التشامل والصلاة الإبراهيمي على الذنب عليه الصلاة والسلام طبعاً هذا هو بعد أن تتحرك في ذكر تشفكت والصلاة الإبراهيمي على الله عليه وسلم نعم غير تتحرك في ذكر جوال الشيخ لا ممنوع كتاب كتابة ومنوع جوالهم ولا نسحب الجوالات أن تفاقين معهم لكن تجد متأخر نعم في سؤال نعم 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 بالتكبير نعم 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 The only person who is not obligated to pray standing up in the third prayer is the one who is not able to stand up at all. هذا واحد. That's first. الثاني الذي يعني لا يخشى في الصلاة من قوة الألم. يعني لا يستطيع أن يقول أنا استطيع قوة لكن ينهر عنه الخشوب. The second person for whom the obligation of standing up in the fourth prayer is removed is for a person who is able to stand up but there is so much pain that he cannot have khushur in the salah. So he says that I can stand up and pray salah. But because of the pain which I suffer I will have no khushur in salah. So this person we say to him. دائماً، اتمنى أن أتمنى أن تكون مددًا، ثم أن تكون مددًا، ثم، حمد تشعر الضمج، أو حمد تكون، وحبًا، حمد تكون مددًا، ثم تستطيع أن تكون مددًا، تتريبًا، لا داخل 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 نعم طيب أين يضع الكرسي ما يقول عندنا مشاكل مع الكرسي يقول الشيخ العظيمين رحم الله يضع الكرسي يعني للجلوس ليس للقيامة مع الصف في الجلوس أما في القيامة تقدم بلي لأن أقلب الحركات عندما يصلح الكرسي تكون ما هو جاد يعني يضع الكرسي الرجلين الأخيرة على الصف ما يرجع الكرسي على الصف الذي يريه ويكون هذا الذي في الخلف الصف الثاني لا يستطيع بقر السجود نعم هذا يعني أقلب هو أقلب أصلا على الكرسي هو أقلب حركات الله جاهز فعندما يقوم يتقدم واقف لكن في الجلوس مع الصف نعم فعندما يتقدم كما 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 يتقدم أو يأخذ مثلا طرف المسجد طرف الصف أو أو يمكن أن يتقدم وضعه نبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه يجب أن يكون لا يتقدم في الناس ولا يتقدم أيضا نعم 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 الشيء الأمر والعبادة إذا تستطيع تأتي بها كاملة لابد تأتي بها كاملة one more time if you are able if you are able to fulfill an act of worship completely you have to fulfill that act of عبادة completely if you are able to pray the third prayer completely you have to pray completely تستطيع أن تصوم نهار رمضان لابد أن تصوم رمضان and if you are able to fast the day of Ramadan completely you have to fast that day of Ramadan إذا إذا تستطيع لابد تأتي بالعبادة كاملة so if you are able to do so then you have to fulfill the عبادة completely لا تستطيع أن تأتي بالعبادة كاملة if a person is not able to fulfill that act of worship completely like for example if a person is paralyzed and he cannot stand up then that obligation is removed from him to Christ I am God لا يستطيع أن يصوم مريض if a person is ill and thus is not able to fast the full day لا يصوم ويقع he does not have to fast and then instead he feeds a poor person تمام يستطيع على بعض دون الكل نعم يعني يستطيع لها كاملة لا يستطيع على كلها يستطيع بعض دون بعض حلق اسم التالي we have three scenarios here the first one we say that a person is able to fulfill the act of worship completely he has to do so the second scenario we mentioned that a person is not able to fulfill the act of worship at all like for example somebody is paralyzed and cannot stand up he is not to stand up then the third scenario is when a person is able to fulfill some of the عبادة some of the salah for example and not all of it نعم إذا كانت العبادة تتجزق جزقناها وإذا كانت العبادة تتجزق سبق سبق نعم إذا كانت العبادة لا يمكن أن تتجزق جزقناها لك جزقناها لك لا تتجزق سقطت عين بالمثال يتضح قال أنا أستطيع أن أصوم نصف النهار إلى صوات الظرو بعدها لا أستطيع السرق هذه العبادة لا يمكن تتجزق سقطت عين أنا قل خاصة لا تسوق لكن قال استطيع أن أقوم مقدار تكبيرة الإحرام وقراءة نصف الفاتحة أقول لا بد تقوم جاء الألم بجلس نعم 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 لذلك ولكن إن لذلك نعم حيث ثم يعيد نعم حيث أنها ليسادي تم اذهب في أ Естьني أنني أريد أن لا أقاقه أبحد هذا للشPHONE بالهج arc كما ن Anglo �쌤ه لا يشالك لأنه34 الدبيت اوه stupid لانيه المع يوجد كلم أمام متأكس accomplishment أنه يمكن أن يعرف أنه في مصرر بصفة ، فلو الناس لا يمكن أن يكون ذلك لها عبد الناس كان إذا السخصية قاله من قول محمل الآن اما قاله لما أنه لا يتبع الجماعة لأنه لا يمكن أن تبع الجماعة في تلك الشتئة ولكن في السارة لكما يتبة الطرم لآخر المفتل من الظلام إذا كنت قصلا يقول ل permittamin ويقف على الحرام لكي يتبعون اختي لكما يتبعون أن هذا رمض ما فيه الماضي and that which you cannot do so, the obligation is removed. Now, سؤال هل كلاكنا الله سبحانه وتعالى بما نستطيع أو بأكثر مما نستطيع? Now, question Has Allah سبحانه وتعالى only burdened us with that which we are able to do? Or has Allah سبحانه burdened us and obligated upon us more than we are able to do? The brothers say that Allah سبحانه has only obligated us to do that which we are able to do. Shaykh said that was an error. And if you say that Allah has only obligated us or Allah has obligated us with that which we are not able to do, this is also an error. Allah سبحانه He has only obligated upon us less than that which we are able to do. How many salawatt can we pray? How many salawatt can we pray? Only five salawatt. Are you able to do more? Yes, you are able to pray more than five salawatt. So this shows us that Allah سبحانه only obligated upon us less than what we are able to do. How many months do we fast? Only a single month in the year. Are we able to fast more than a month? Yes, we are able to do so. Yes, we are able to do so. And this shows us that Allah سبحانه only obligated upon us less than that which we have an ability to conform. نعم. ومع هذا في تخفيض. صح؟ أينها؟ التخفيض والتسهيب بهذه الشريعة. هذه الشريعة جاءت بالتيسير ولم تكن بالتأسير. هذه الشريعة يسر. نعم. صح؟ So, Allah سبحانه وتعالى He did not burden us with more than we are able and neither did He obligate upon us that which we are able rather He only obligated upon us less than that which we have the ability to fulfil. And then in addition to this, there are many different allowances which make things even easier and which lightens the obligation. لذلك يظهر لنا أن هذه الشريعة لا يأتي للمساعدة أو تفعل الأشخاص للمساعدة للمساعدة بسيطة أن هذه الشريعة يتبعون على حسنة وفاعلة الأشخاص. وذلك يجب علينا أن نفهم أن هذه الشريعة للمساعدة للمساعدة العباد فيها كل خير فلابد أننا نتعلم هذه الشريعة ونعلمها الناس وندعو إليها ومن كل هذه الأشخاص نجد أن نتعلم الشريعة ونجد أن نحن نتعلم الشريعة ونجد أن نتعلم أخرى ونجدهم إلى الشريعة نعم لدينا رخص في الشريعة وفي الشريعة هناك الكثير من المساعدة هذا إلا سافر إذا كان هذا الرجل يتبعون السلاة السلاة التي كانت من 4 ركعة الآن يكون 2 ركعة ويسيح أن يجبع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء إما جمع تطيما أو جمع تأخير ومن يتبعون إلا سافر لده أن يتبع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويمكنك تبع بينهم بإما أن تبعين الآن السلاة إلى الماضي أو محسن الماضي إلى الماضي وإذا كانت تطوير من المساعدة ويطلب من المشاريات ومثل المثال لتحول الموضوع إذن هذا كل ما يدون على أن هذه الشريعة الشريعة جسر وكل هذا يظهر لنا أن هذه الهدفة هذه الشريعة هي الشريعة وهو شريعة وشريعة وهو شريعة نعم الله أعلم يعلم الأولاد العبادات أولا الصلاة والصيانة طبعا لماذا الصلاة وعلمنا وعلمنا الصلاة والصلاة والصيانة لماذا يجب أن يتعلم الصلاة والصيانة نعم بل كانوا يأخذوا الصلاة إلى المسجد ويعقوهم في المسجد يعني أشياء يلعبوا فيها حتى الصلاة والصلاة يقبل النهاب السياة في الحقيقة في الحقيقة في الحقيقة يأخذوا الصلاة إلى المسجد ثم يأخذوا الصلاة لذا هذا يوم سنتين وعلمه إذا رأيتك صلاة فإنه صلاة تطعوا في القلات صلي وفق رأيتك أعني رأيتك وعلمنا رأيتك وعلمنا وهانك والمسجد وعلمنا تحديل تحديل النهاب تسحب عنا و تسحب عنا و ينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوضه و أبوه تعلق الولد الصدق الصلاة الصياة التي تعلمها الحجار الأدب و كما قالوا الناس أنه سيكون صديق معنا سيكون قد يتعلم على ذلك الذي يتعلمه على ذلك حتى ينشأ العبادة و يتعلمه على صلاة و سيام و دكري حتى ينشأ على العبادة و يكون صلاة و صلاة رفعت امرأة صبيا لها في الحج للنبي صلى الله عليه وسلم وَقَالَتْ أَلِي هَذَا حَجْ؟ قال نَعْهُ وَلَتْهِ الْأَجْرِ A woman in front of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam she lifted her young child in front of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and she said O Messenger of Allah, is there Hajj upon this young child? and the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said yes and for you is there a reward نَعْهُ وَلَتْهِ الْأَجْرِ and so if your young child if he prays Salah, you're getting the reward for him if he memorizes the Quran the reward is yours everything he does the reward is yours how do we cultivate our children upon a good therapy so the mother how does she cultivate her child when the child is crying, how does the mother make the child silent? what do you say? 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 so whilst you are craving the child what does the mother say? huh? what do you say? what do you say? تغنى تغنى من والا 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 تغنى من كل من من والسكول و�� بنا تغنى من avenues والكلام يتكلموا لغني هذا يحفظها منكم كلكم يحفظ هذا يحفظ هذا الوغني منكم كلكم يحفظ هذا الوغني من قبل أن تكون النسكين بها نعم صنع؟ نعم صنع؟ ربما جميعكم هم تذكرت هؤلاء و هؤلاء هؤلاء تذكرت هؤلاء تذكرت في موريتانيا الأم تسكت الولاد دماغ تذكرت هؤلاء تذكرت تذكرت هؤلاء تذكرت 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 أو تذكر القرآن الحمد لله رقم العالمين هكذا تسكت ينشأ على القرآن والسنة منظومات و ينشأ على الأدنية في الرئيسة نعم والله صحيح نعم نعم صحيح نعم 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 أمر في الحالة يصبح عبد الله بن الزبايل عبد الله عبد الله أمه أسماء رضي الله عنها. And his mother, she's asma bin Tabi Bakar رضي الله عنها. عبدالله طفل صغير. And why is Abdullah ibn Zabir a young infant? أمه ماذا تقول? His mother, what did she used to say? أنت تكون بطل نبيل طفل. تقول أنت تكون بطل. نبيل. شجاع. ذو أخلاع. هو طفل. وفهم. وها رضي الله عنها. قال الله أنت تكون لاعب مغني. إن شاعب مغني. نعم. عبدالله ibn Zubair رضي الله عنهما. And his mother was Asma رضي الله عنها. And whilst Abdullah was a young boy and an infant, what did his mother used to comfort him with? She used to say that you will be a champion or a hero who is of noble manners. and this is how Abdullah ibn Zubair grew up. And yet this one, he comforts his child upon you will be a singer after this. يقول عليه الصلاة والسلام. كل مولود يولد على الفطرة يعني يولد على توحيد الله سبحانه وتعالى. الإخلاص العباد لله. إفراد الله سبحانه وتعالى. بموع التوحيد. يقول عليه الصلاة والسلام. Every newborn baby is born upon a fiqr. Meaning every baby is born upon an intrinsic bariq in Tawheeq. فأهوار. But his two parents. الأبوال أم. Meaning the father and the mother. هم سبب في الحراف هذه الفطرة. The mother and the father. they are the cause for his deviation from this fiqr. وهم سبب في سكل هذه الفطرة. سكل الزرع حتى ينشر. And also the father and the mother. they are the ones who are the cause for this fiqr to become established. نعم. فأنت السبب. So therefore you as the parent, you're the cause. مرفو. أمانة في أرقبتك. تربية الأولاد. And therefore the terbiya, the cultivation of your children. This is a responsibility on your neck. لا تستطيع. إلا كنت لا تستطيع عليك. تحضر معلم ما يشكب. And if you're not able to teach your child. Then you can employ a teacher. You can utilize a teacher. There's nothing wrong with this. يقول هذا أنا بسنس. أنا كامل. نعم. And if one of the brothers say but I'm a businessman. نعم. هاد مدبرس. Then employ a teacher. دعم في مدرس. Place them in a good school. خذهم من المسجد. Bring them to the masjid. مدبرس القرآن. Bring a teacher القرآن. تستطيع بأي شكل من الأشكال أن تسقي هذه الفطر. دعم. In whichever way you are able to do so. But feed the fitrah. Work the fitrah. So it becomes established. نعم. دعم. 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 A person has to be in constant supplication for الله سبحانه و تعالى by Allah سبحانه و تعالى that Allah سبحانه W tranqui rectifies his offspring. Like the Dua in the Quran of Allah bestowed upon us from our offspring and our wives, those who will be the leaders of piety. And look at the beauty of this Dua. قللنا الزيارات إذا تعرف الزيارات قد تفسد قللنا الزيارات يا أخي and also if you know that by you visiting so many of your relatives that this is going to corrupt your children then reduce the number of visits and your children they are your possession just like their business man has capital these children they are your possession you have to look after all your possession لكن بعض الناس يقول but some people what do they say يقول الأولاد أولادي ليس عندهم هاتف نعم جواب some people they say that my children they don't have a home وأولاد أختي وأولاد أختي معهم but my nieces and nephews they are phones ويقولوا عني بخير and they say regarding me I am stingy فماذا أسمح أفسد أولادي حتى لو قل عني بخير سمعين 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 يرعطيهم الهواتف ويلعب ويفتحوا كل شيء سمعين ثم يقول لي أحد أولياء لهم يقول الأولاد يقول الأولاد مخطوفين خطفهم الجواب ونحن نتفرج عليهم نعم يعني بدل يخطفهم إنسان هذا أصحاب الجواب خطفهم وعلمهم ما يريدون ونحن نتفرج نعم نعم يعني هذا الصغير يستطيعه في القرآن تقول له تحمل ما أخذك للسباحة مثلا وعلمك السباحة فأنت يعني تجعل رجل تجعل اقتنى وقت لا ضيعه نعم يعني تكون الجوائز له أيضا من باب العلم والزيادة يعني في علم في قدرة كتعليم السباحة مثلا تعليم الماء يرمي نعم ركوب الخير نعم 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 لأحد نعم 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 لكن تجعب كل ما لديك يعينك على تعلم اللغة العربية لكن لكي تحرير العربية يجب عليك تحرير كل آخر لزيارة التي تحريرها العربية لك لغة الجواء العربية أولاً النغوة من البلدك لا تنظر أني العربية فقط تشعب الواقع إلى الارب في المنزل، يضعون صنعات وصنعات اللغة العربية لا تسمع إلا عربية، تشكل دائما، يعني ماذا؟ الصوتيات تفعلون من اللغة العربية لا تتكلم إلا بالعربية، لا تتكلم إلا بالعربية، تتكلم أولادك باللغة العربية، إن شاء الله نعم، لا تكتب إلا بالعربية، بإذن الله تتعلم، هذا يقول، اتتكفت مع زوجتي، أعلم لا نتكلم إلا باللغة العربية، ممكن نتعب أسبوع أسبوعي، بعد أن تعقيلة العرب، نحن والأولاد، لا تتكلم إلا بالعرفية، بلاد الشيء، كنت أقول، لا تتكلم إلا بالعربية من الأولى لهم كنفظة جدًا، لن ارتكلم، لأنه يقرأ إلا بالعربية، لن حتى لا يقدم أولادك، نعم، لأنه يتكلمونون، بعد الصلاة من شاء الله تعالى نطلع الله عنه صلى الله عليه وسلم